ارتبط الموروث الشعبي عند العرب بالحكم والأمثال الشعبية اللي اعتبرت بمثابة مرآة صادقة لحكمة الشعوب ومستودع للعادات والتقاليد كمنها أيضا تعتبر خلاصة التجارب الإنسانية ويتصدر عما نقوت الحكمة أو تشكل بفعل تداول من خلال مواقف معينة يتم توثيقها بأسلوب أكاديمي عبر إصدارات إبداعية تداولتها كتب تراثية عديدة أكيد يا عبدالله مؤخرا صدر له منتج تداول موضوع الأمثال الشعبية الإماراتية ومدى امتدادها للأمثال العربية الأخرى وهو الكتاب اللي يحمل عنوان التناص في الأمثال الشعبية الإماراتية لمؤلفه الدكتور عبدالحكيم عبدالله الزبيدي اللي اجتمل على 1500 مثل شعبي ومنوع طبعا الحديث أكثر عن أهمية هذا الموضوع وتفاصيل الكتاب ويانا اليوم ضيفنا في الاستوديو مؤلف الكتاب الكاتب الدكتور عبدالحكيم الزبيدي حياك الله ويانا في مسأل إمارات أهلا وسهلا وشكرا على دعوتكم الكريمة وسعيد بوجودي معكم الله يحفظك دكتور يمكن أول شيء قبل أتكلم عن الكتاب ومحتوى الكلمة اللي سمي بها الكتاب التناص التناص نعم حدثنا عن هذه الكلمة يعني من أين أتيت بها وأيضا معناها معروف في لغة العربية ولكن لماذا هذه بالذات نعم التناص هو الترجمة لمصطلح نقدي غربي هو inter-texuality أو يترجم أيضا بمعنى تداخل النصوص والمعنى المبسط لكلمة التناص هو أن يأتي نص جديد مبني على نص قديم نعم جميل أو يعني هو الحضور الفعلي لأحد النصوص في نص آخر جميل وهو مصطلح يعني نقدي حديث ولكن العرب عرفوا هذا المصطلح من قبل وأطلقوا على مسميات أخرى مثل التضمين والاقتباس وأيضا في الشعر سموه السريقات عندما يأتي شاعر ويأخذ فكرة من شاعر سابق له لكن كلمة السريقة هنا ليس معناها المعنى الأخلاقي الأخلاقي وإنما المقصود فيه مثل استراق السمع كان إنسان يعني يأخذ شيء بخفاء جميل فهذه هي فكرة التناص وقد ربطت هنا بالأمثال عندما يعني يعني شوف كتابك دكتور يعني التناص في الأمثال الشعبية هذا الكتاب يعني كيف ياتك فكرة أنه أنت حطيت 1500 مثل شعبي صحيح الفكرة جاءت عندما طلعت على الأمثال الشعبية الإماراتية طلعت على حوالي 15 كتاب عن الأمثال الشعبية الإماراتية فلاحظت أن كثير من هذه الأمثال تتشابه مع نصوص سابقة بعضها تتشابه مع أحاديث نبوية بعضها تتشابه مع أبيات شعر نعم فصيحة قديمة بعضها تتشابه مع أمثلة عربية قديمة موجودة في معجم في مجمع الأمثال الميداني فهذه الفكرة جعلتني أنتقي 300 مثل إماراتي شعبي نعم ياسا تشوفنا عبد الله الأمثال دكتور يعني في أمثال ويد حلوة يعني من ضمنهم لا عاش مالي عقب حالي وفي مثل بعد قلب الأم على الولد والولد قلب حجر قلبي على ابني وقلب ابني من الحجر مبني هذا المثل حتى دكتور الأمثال هاي موجودة في العالم العربي في كل دولة لديها المثل يعني مثل المثل الحين اللي هو الولد عليها حجر صح اللي الأم المصرية شو تقول شو تقول ألبي على ابني فطر وألبي ابني عليها حجر يعني الأمثال هي متناقلة وفعلا هاي يمكن جزء من السرقات وفي مثل بعد ويد حلوة هي ليست سرقة وانما هذا يدل على حجر صح يعني الحقيقة الفكرة اللي تبنيت عليها الكتاب أن الموروث الشعبي العربي متشابه وهذا يدل على وحدة الأمة العربية تجد مثل في الإمارات يتشابه مع مثل في الجزائر أو في المغرب أو في السودان فهذه الفكرة التي قام عليها الكتاب الثقافة العربية يعني متشابهة متشابهة ولأنها لأن عادات تقاليد أيضا قريبة جدا ونحن اجمعنا مظلة واحدة ألا وهي الإسلام وبالتالي اللغة العربية أنه العربي ليس من عاش في دولة العربية وإنما العربي تقال لمن يتحدث باللغة العربية طيب هذه الأمثال دكتور عندما كنت في هذه الجولة والخوض في غمارها ما كان شعورك بأن أنت في دولة الإمارات وجدت الكثير من الأمثال غنية جدا فيها يعني المشاعر خلال رحلة العمل هذه طبعا مثل ما خبرتك أنه وجدت أنه هناك ترابط كثير وتشابك كثير بين الأمثال الشعبية الإماراتية خاصة مع دول الخليج والجزيرة العربية جميل وأيضا مع بقية الدول العربية الشيء الثاني الآخر الذي لاحظته هو أن كثير من المصادر الأمثال الشعبية ما أخوذها من مصادر إسلامية يعني كثير من الأحاديث النبوية موجودة أنا عندي أمثل إذا يتسعى الوقت يعني مثلا في مثل إذا حضر الماء بطل التيمم نعم أو لحضر الماء بطل الصعود هذا مثل ما أخوذ من قاعدة فقهية موجودة بهذا المص طبعا طبعا أيضا مثل العيلة من الشيطان والتأني من الرحمن هذا أيضا ما أخوذ من حديث نبوه التأني من الله والعجلة من الشيطان العرج دساس هذا أيضا ما أخوذ من حديث استجيد الخالة فإن العرق دساس لا تسرف لو من البحر تغرف هذا أيضا ما أخوذ من حديث نبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سعد يتوظف قال له لا تسرف ولو كنت على نهر جاري صحيح أيضا ما يترس عين ابن آدم إلا التراب هذا أيضا ما أخوذ من حديث نبوي لو كان ابن آدم مواديان لو تغث ثالثا ولا يمله الجوفة بن آدم إلا التراب وشالله يعني دكتور يعني كم خدم منك وقت أنت تتيمع الأمثال هاي كلها ألف خمسين أنا بدأت يعني رحلتي مع الأمثال تقريبا من خمس سنوات خمس سنوات؟ وفي البداية يعني في البداية يعني عملت دراسة اخترت حوالي خمسين مثل وطبقت عليها هذه الفكرة وشاركت بها في مؤتمر في المغرب ويعني الباحث لقي صدن جميلا من المؤتمرين ونشر في مجلات في مجلع تصدر في فرنسا بالعربي والفرنسي فهذا جعلني أتشجع وأكمل يعني اهتمام جميل يعني أنت وظفت الموروث الشعبي في ظل الانفتاح الحضاري اللي نشهده الحين عبدالله أكيد أكيد فهذا شيء جميل رفت جميلة أيضا جميل منه هو البداية مع دراسة ومن ثم الترحال إلى كم دولة يعني سافرت حتى تستطيع أن تتأكد من هذه الأمثال وعلاقاتها بالدول المختلفة الحقيقة لم أسافر عبر المسافات الجغرافية وإنما سافرت عبر الكتب وطلعت على حوالي 75 مرجعا أجمل سفر دكتور طلعت على حوالي 75 مرجعا في الأمثال الشعبية العربية والفصيحة وكذا فمن خلالها جمعت هذه الأمثال وأقارنت بينها وبين الأمثال الشعبية الإماراتية فوجدت أيضا تفضل لا تفضل دكتور أيضا وجدت أنه هناك بعض الأمثال تتناصى وتتقاطع وتتشابه مع أبيات شعر عربي قديم يعني مثلا مثل إماراتي يغسل إيديك من فلان بمعنى أنه لا تتريمنا شيء فهذا المثل موجود يعني يعني عجبت أني وجدت بيت لشعر في مثل ثاني بعد صبرك على نفسك ولا صبر الناس عليك صحيح أيضا من الأمثال عندك مثل مثلا خلنا نقول مضحك أو طرفة أو شي شيء في بالك والله الأمثال هي يعني العرب وضعوا شروطا للمثل ومن ضمن الشروط التي وضعوها أن يكون المثل يعني فيه طرافة صح وفيه معنى مبتكر نعم هو دراسة حال وهذه لو حد درس الأمثال الشعبي يجد هذا المعنى يعني مثلا اللي ما يعرف الصقر يشويه صحيح هذا مثل فيه طرافة تخيل شخص يشوي صقرا ويظن أنه من الطيور التي تأكل بينما هو يعني يضيع على نفسه يعني قيمة كبيرة في مضمون المثل هو يمكن تعليم للشخص أو رسالة لشخص حكمة ورسالة بأنه إذا لم تكن تعي ما تفعله فالتزم بمكانك يعني أترك يقول لك دعي الخبز لخبازة صحيح وهذه وظيفة المثل المثل المظيفته هي ناحية حجاجية وجدالية عندما شخص يتكلم يأتي بالمثل ليؤيد وجهة نظره وليقنع الطرف الآخر ويسكته فهذه وظيفة المثل الأمثال الأمثال عامة مثل ما ذكرنا نحن الآن أنها تأتي بناء على موقف أو تأتي بناء على حالة أو حدث معين ويتدرج ما بين القوي الهجائي وما بين أيضا الملفت للنظر هل في عصرنا الآن الحالي هل نجد أمثال أو نحن فقط عاملون على استخدام الأمثال الماضية يعني ما شيء أمثال يديدك كل الأمثال ما أخذينها جبل وطبعا أنا في الدراسة هذه اعتمدت على الموروث القديم لم تصادف أمثال حديثة لأن الأمثال طبعا هي يعني الإنسان يخلق الأمثال مع الظروف يعني الأمثال هذه لا يعرف من الذي ألفها يعني ممكن شخص يمر بموقف معين أحيانا يقال خذ الحكمة من أفواه المجانين ممكن يراحل مجنون ويقول كلمة ثم بعد ذلك تصير يعني تسير على ألسلة الناس وتصير مثلا يعني فما يحضرني شيء مثلا من الأمثال الحديثة الآن دكتور يسمونها إفهات صدقا يعني الآن يسمونها إفهات تخرج وتختفي ليست مثل تلك الأمثال يعني تخرج وراء تطلع عبدالله من الشعراء بعض الأمثال حكم في شعراء هناك بعض الأبيات فعلا موجودة هي تعتبر حكم لشرح الحالة ولكن هنا يعني ما ثبتت مثل ما ذكر دكتور أنه في هذه الأمثال خرج فقط المثل ولكن الآن تخرج من بين أبيات شعرية فما تؤخذ بالكامل بس دكتور يعني إلى أي درجة نحن اليوم يعني أنت تشوف أنه مثل هذا الكتاب يعزز من الثقافة وأنه نحن نغرس الثقافة ونخلي عيالنا الحين في هالجيل يعرفون أمثالنا طبعا هو مهم جدا أنه الأمثال هذه أن تتوارث ولهذا يعني ينبغي تدوينها ويعني والاهتمام بها حتى أن الجيل الجديد ربما يعني لا يعرف كثير من هذه الأمثال فوجودها في الكتب ووجود يعني الاهتمام بها هذا يعني يجعلها يعني في متناول الجميع لكن في نفس الوقت يعني ممكن الجيل الجديد يعني يخلق لنفسه أمثالا أخرى وبعد فترات تصير هي تخلت تراثية نعم وتدخل في التراث فالعملية مستمرة يعني أكيد دكتور هل لك بكلمة أخيرة تحب توجهها للمشاهدين؟ أو عبرة ولا أنا كنت بقول يعني بس نقطة أخيرة تفضل بك خضرحاتك نحن اليوم موجودين عشانك الله يحبكم لحظك يا رب يعني كنت بقول أنا تكلمت عن أن بعض الأمثال ماخوذة من الحديث وبعضها ماخوذة من الشعر وبعضها ماخوذة من أمثال عربية فصيحة موجودة في مجمع الأمثال الميداني مثل مثل لحوار ما تضره وطية أمه هذا مثل يعني الحوار هو ابن الناقة وهذا طبعا يضرب في أن قسوة الأب أو الأم على الطفل هي لمصلحته هذا المثال موجود في معجم البلدان لا يضر الحوار ما وطئته أمه بنفس النص فهذا يدل على أن التراث الإرث الشعبي الإماراتي هو ماخوذ من أصول يعني عربية قديمة ضاربة في القدم وإن كانت الإمارات هي دولة حديثة التأسيس إلا أنها تمتد جغرافيا إلى مئات آلاف السنين كل من يحوث النار صوب قرصة هذا مثل موجود أيضا في معجم في مجمع الأمثال الميداني يقولون يجروا النار إلى قرصة الحق الشذاب لباب بيته بالضبط كثير من الأمثال ثم بعد ذلك المرجع الرابع أنه تشارك كثير من الدول العربية الأمثال الشعبية في كثير من الدول العربية تتشابه ودائما ما لاحب دكتور بعضها حتى بالنص يعني مع أمثال من الإمارات لاحب دكتور بعد إذا تتفق يا عبد الله الأمثال الإماراتية بعد قريبة من الدول الخليج يعني في الكويت والبحرين وأكثر تشابه وجدته بين الأمثال الشعبية الإماراتية والعمانية ثم بعد ذلك تتشابه صح الأمثال في منطقة حضر موت في اليمن يعني هذا الشيء عجيب يعني يدل على أن هذه المنطقة كلها كانت فيها ترابط وكان فيها تحرك وانتقال للسكان يعني كثير من الأمثال الشعبية يعني تتشابه في هذه الدول العربية حتى وجدت مثل يعني في الإمارات القطوة العود ما يتربى هذا موجود في الجزائر يقولون القط الشارف ما يتوالف نفس المعنى ونفس الفكرة فأحيانا سبحان الله تجد مثل يعني مسافة جغرافية بعيدة ولكن مثل نفسه موجود وبنفس الأنفاض وهذا يدل على أنه يعني الثقافة العربية مشتركة وأحيانا حتى الثقافة العالمية أحيانا نجد بعض الأمثال الغربية غير العربية تتوافق مع أمثال العربية ندل أيضا على أنه التجربة الإنسانية كلها مشتركة وأنا أرى أن الأمثال هذه هي يعني تجمع بين الشعوب وتقرب المسافات بينهم وتدل على ترابط ترابط العالم الغربي في أرض واحدة وما أقول شيء بسيط كلنا لآدم شكرا لك حياكم الله وشكرا جزيلا على هذه الدعوة الكريمة الله يحفظك يا رب سأكم الله